وزارة السياحة والأثار بتستعد لموسم العمرة الجديد من خلال وضع الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم عمرة 1446 هجرية ولا لسه مبتداش لوهي دلوقتي في مصر طبعا عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن ضوابط العمرة وحقيقة كمان الأسعار المتدولة لأننا بنسمع أسعار يعني مبالغ فيها أوي كل هذه التفاصيل هنعرفها دلوقتي من الأستاذ أحمد وحيد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية معانا دلوقتي على التليفون يا أستاذ أحمد صباح الخير يا فندي صباح النور يا أستاذ محمد صباح الخير يا أستاذ منا يا أهلا بيك في البداية عايزين نعرف من حضرتك إيه هي الأهم الضوابط والقواعد المنظمة لموسم العمرة الجديد هو على حد الآن حالياً لسه الضوابط لسه لمتعد من المنظمة السياحة نهارة إن شاء الله في اجتماع اللجنة العليا مع الوزارة في الوقوف على الضوابط النهائية وفي انتظار إن شاء الله صدور الضوابط خلال الأيام القادمة إن شاء الله كان يعني متوقعين إنه يكون فيه إجراءات مختلفة يتم اتخاذها عشان ما يحصلش اللي شفناه في موسم الحج اللي فات طبعاً فيه إجراءات مختلفة في السنة دي فيه تجديد جامد رقابة على الكائنات الغير شرعية والكائنات الوهمية اللي هي مش مرخصة من نظام السياحة وفيه طبعاً من ضمن الضوابط اللي مخترح إن شاء الله السنة دي خطر الضمان لكل شركة في مبالغ كبيرة هيكون فيه إجراءات سهرين مرة لشان طبعاً إذن اللي حصل ده ما يحصلش تادي في أمر الزايا طيب أستاذ أحمد شفنا إيه خلال الموسم اللي فات خلانا محتاجين دلوقتي تغيير في الضوابط طبعاً الموسم اللي فات بالنسبة لشركات السياحة كان موسم الحمد للقاء ما فيش أي مشاكله طبعاً اللي حصل طبعاً في الحاج السنادي وعن طريق السمافرة وعن طريق الكينات الوهمية من وفيات ومن بعدات الحكاية فهو ده طبعاً اللي خلانا بنا أورد شركة العيد بكل قوة نحارب الكينات بجر شرائع وبحيث أنها طبعاً حصل ده ما يتكرارش تاني طيب بنشوف في المحيطين كده ناس بتلم باسبورات وبتلم جوازات السفر بتاخد مؤدم حجز دي تفاصيل برغم أن أحريك بتقول أنه لسه إلى الآن لم يتم قرار القواعد والضوابط المنظمة طبعاً دي كلها مش شركات السياحة شركات السياحة لسه لم تعلم على أي برنامج أو أسعار طبعاً عدم نظوم الضوابط هو عدم تنسبات الأسعار طيب هل شركات السياحة بتشترك في مثل هذه الاجتماعات عشان لما نضع ضوابط جديدة يكون فيه إلزام بتنفيذ هذه الضوابط؟ طبعاً تم طبعاً اجتماعات موسعة بالنسبة للشركات الساحة مع غرفة الشركات وطبعاً في بعض البنود مضوفة للسنة دي يعني شما ما نتكررش طبعاً الحاجة طبعاً لحظة العام الصابت إن شاء الله كل شكراً لحضراتك سوز أحمد وحيد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحة شكراً جزيلاً لك اشتركوا في القناة